اشتركوا في القناة فائدة مشتركة فائدة متبادلة بالبداية المختبرات العسكرية هي مؤسسة عسكرية بحثية واستشارية يقدم خدمات الدعم داخل الجيش الأردني ودائما نتطلع بأن نكون في الطليعة مع باقي المؤسسات المماثلة لعملنا على المستمى الوطني والإقليمي في مجالات العلوم والبحث العلمي والعلوم المخبرية ولدت المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة من قلب وروح الجيش الأردني عام 1962 يعني إنه باع طويل في مجالات المختبرات وكان وجودها لهدف سامي هو حماية المستهلك العسكري والمحافظة على الأمن الغذائي من خلال استخدام أسلوب البحث العلمي في تعزيز التنمية الاقتصادية والمحافظة على الصدارة في علوم المعرفة إذن كان الهدف الرئيسي من إيجاد المختبرات العسكرية هي خدمة القوات المسلحة وخدمة الجيش والجنود فكان اهتمام من بداية نشأة المملكة كانت تهتم في الجيش وما خد جل اهتمامها المختبرات العسكرية لها تماث مباشر مع حياة الأردنيين كافة حيث تقوم بدور الرقابة على سلامة المنتجات في كافة القطاعات الغذائية أو قطاعات مواد التجميل ومواد التنظيف الملابس والجلود وغيرها من القطاعات بقدر أحكيها بطريقة مختصرة أي إشي ممكن يأثر على سلامة المستهلك سواء غذاء سواء دباس لأنه ممكن إحنا لساتنا كودكس نحكي عن الأشياء الغذائية لكن ما اطرقنا لسلامة الملابس تأثيرها على صحة الإنسان ممكن يكون في عنا أنواع من يعني الدباغة مثلا فيها بعض العناصر الثقيلة ممكن تأثر على صحة الإنسان فإحنا لأننا كودكس نحكي عن الغذاء لكن إحنا مجال عملنا كان أشمل لأننا نحن نحرص على صحة الجندي الأردني فكان مختبرنا لابد نغطي كافة المجالات اللي ممكن يكون لها تأثير مباشر على صحة المستهلك لا تمثل المختبرات قوى بشرية ما يزيد عن 150 شخص يتوزع ما بين فنيين ومهندسين وباحثين وفي جزء استشاريين في كافة المجالات العلمية نطلع مستقبلا أننا نكون مركز للأبحاث والتطوير على المستوى الوطني تتضمن المختبرات العسكرية سبع مختبرات هاي المختبرات جميعها معتمدة وفقا لمتطلبات الآيزو 17-0-25 احنا بتركز عملنا الأساسي على أننا نقدم أدلة علمية نعطي نتائج مخبرية مع النتائج المخبرية نحط نحكي رأي فني هذا الرأي الفني عبارة يحتوي على أدلة علمية تساعد أصحاب القرار في اتخاذ القرارات المهمة بالنسبة لنا على مستوى الجيش يعني إذا طلع تقرير مخبري فيه رأي أنه هذا الأشي لازم مثلا يتلف يستبعد هو خلص قرار صارم بالنسبة للجيش لكن بالنسبة للمديريات والوحدات الخاصة أو الحكومية هو عبارة عن رأي يؤخذ أو لا يؤخذ به لأنه إحنا مش إجباريين على القطاع الخاص والحكومي لكن إحنا إجباري على كل شيء عسكري طبعا من باب المسؤولية ألا من باب المسؤولية والشعور بالواجب اللي بالنسبة إلي كوني عضو بالAOC International وAOC القسم العربي وعضو بالجي فورس وعضو في المختبرات العسكرية كان لابد أني لازم أجد طريقة أني أجمعهم كل آياتهم ونشترك مع بعض ونعمل مع بعض بتشاركية فمثلا إذا أنا في عندي نقص بشغلة ممكن القسم العربي يعوض لي إياها فكنا نعمل بمبدأ تشاركية فإحنا من سلال الأقسام الموجودة عندنا السبع مختبرات مثلا عندنا مختبر المايكروبيولوجي ويتضمن أيضا مختبر لفحص السمو ويتضمن مختبر لفحص الأغذية المعدلة جينيا وأيضا أغذية حلال ويتوفر أيضا لدينا مختبر لفحص المنظفات ومواد التجميل وحاليا يوجد عندنا أنه بالنسبة للست عابدة كانت فكرتها أنه نشوف المواد التجميل إذا فيها جلوتين وممكن أنها تأثر فهذا من أحد المشاريع اللي إحنا راح نطلع أن نطورها طريقة فحص إذا كان هناك مثل معجون الأسنان بعض الكريمات إذا فيها هناك أي شيء جلوتين ممكن أنه يأثر على المصابين وممكن كمان هي حكت عن الأشياء الدوائية اللي ممكن الغذاء والدواء همه اللي يشتغلوا عليه تحديد الأدوية اللي تحتوي على جلوتين وكون همه اللي هي الرئيسية عندنا في الأردن اللي بتطر الدواء وتعطيه إجازة تداوله داخل الأردن في عنا كمان مختبرات النسيج والجلود وأيضاً عندنا مختبرات البحث والتطوير وأيضاً عندنا مختبرات فحص الذخائر هذا ممكن أنه شوي جديد أو بعيد نفحص ذخائر إحنا عندنا في مختبراتنا وعندنا آخر مختبر هو مختبرات الكفاءة وهو مختبر حديث العهد في الأردن على المستوى الإقليمي هو حديث العهد السعودية سبقونا واعتمدوا وأخذوا الاعتماد على اختبارات الكفاءة فهم معتمدين آيزو 17-043 إحنا حالياً مننتظر وحبث الاعتماد الأردني إنها تحصل على الموافقة حتى تمنحنا الاعتماد إن شاء الله فممكن إني ألخص خدمات مختبراتنا هي خدمات استشارية خدمات صحص خدمات تدريب وخدمات مجتمعية بدي أركز على آخر تنتين هم خدمات التدريب والخدمات المجتمعية خدمات التدريب هي هناك تعاون مع الجي فورس وتعاون مع الاي و اي سي القسم العربي بإننا نعمل برامج تدريبية سنوية ضغطي كافة المختبرات أغلب هاي التدريبات حالياً هي مجانية نساعد إنه كل المختبرات نتدرب على نفس طريقة الفحص نفس الميثود من مبدأ إنه نعمل موائمة لطرق الفحص ما يكون فيه اختلاف مثلاً الطريقة اللي بيشتغل فيها المختبرات العسكرية بتختلف عن طريقة الغذاء والدواء تختلف عن المواصفات قاعدين بنحاول إنه نوائم طرق الفحص اللي بيساعدونا بهذا الموضوع اللي هو يسي القسم العربي إنه أجدونا برامج تدريبية تتوزع على مستوى السنة مشان إنه نحاول إنه نجمع المختبرات ثاني إشي بالنسبة لموضوع المجتمع الخدمة المجتمعية فهو كان الموضوع الواضح أو الأمثل وهو استتعابدة كان أول لجوء إلها لقوات المسلحة عام 2019 طلبت طريقة فحص لجأنا للأي او اي سي انترنشونل أعطونا كيت معتمد فاليديتد للأي او اي سي وقمنا بإجراء هاي الفخصات عليه حديثا تم تطوير العمل نشتغل على إلايزا من خلال القسم العربي وأوجدونا دعم تدريبي من هاي الوردة الحلوة أنا لاحظت مبارح للأسف إنه لما نيجي نحكي عن تجميع الداتا للأسف من كل الدول العربية ما فيه إلا داتا جاي من دولة أو من دولتين طب باقي الدول فهلأ إحنا هاي نقطة ممكن إنا بنا مركز معتمد يعطينا هاي الداتا هلأ ممكن كمقترح مع أنه أنا لا يحق لي أن أقترح ولكن كمقترح ممكن ككوديكس كل بلد عربية تنتخب مختبر تعتبره هو المختبر المرجعي بحيث هو اللي تأخذ منه الداتا مثلا إحنا اعتمدتنا الـ AOC القسم العربي زودونا بأجهزة زودونا بتدريب مشان إحنا مثلا في عندكم نسقط الرطوبة لمادة معينة إحنا مختبر معتمد بالنسبة لل نحكي للـ AOC فمنجري هاي الفحوصات ومنعطيكم بداتا معتمدة بيقدمو لكم إياها ككوديكس بلجانكم بتساعدكم على إنكم تحطوا القوانين والتشريعات فإذا بالنهاية الأساس اللي التشريعات والقوانين اللي بدكم تحطوها اللي بتساعد التجارة العالمية اللي بتساعد المصنعين والتجار أنتم أساسها من وين؟ من المختبرات فهي سلسلة مرتبطة مع بعضها لازم يكون في عندي reference lab طيب إحنا حكتت الست عابدة إنه كانت تواجه صعوبة مثلا مختبر A بتكون نتيجة ناجحة فترو على مختبر B بتكون النتيجة راسبة ليه؟ لأنه كل مختبر عم بيستخدم مثود مختلفة عن الثاني هلأ المفروض إذا كانت المثود reference وفاليديتد واقعيا لازم إنها تكون النتيجة إذا ما بيحكوا within the tolerance أو within the deviation معين أو من the deviation المسموح فيه لكن لأنه إحنا المختبرات مش كلها عم تتبع الطرق الصحيحة ممكن في عنا معاضل كثيرة مش كل المختبرات عم تروح تأخذ اعتماد لفحوصاتها ممكن ارتفاع تكلفة الاعتماد للفحوصات المخبرية هذا كان عائق قدام المختبرات ممكن نجي نحكي فترة كورونا كان بعض المختبرات اللي ناوي يتوسع اعتمادها أو تعتمد عدم مقدرتها على إنها توفر عينات كفاءة بيتي كان عائق أمام التوسع في اعتمادها كلفة مثلا البروفيشنسي فيستينغ العالية تكلفة النقل نعرف كورونا عملت تسكير على العالم كلياته فواقعيا احنا مندفع مثلا عين السين حقها 200 دولار مندفع مقابله كمان 200 دولار أجور نقل مندفع 200 دولار أجور نقل فهاي كانت عبارة عن تكلفة باهظة على المختبرات فكانت تمنعهم منهم يوسعوا اعتمادهم ويعتمدون فإحنا بدنا نعمل هاي السايكل ونكملها فبالتعاون مع القسم العربي عملنا البروفيشنسي تستينغ فإحنا أخذنا هاي المبادرة على عاطقنا كمختبرات عسكرية تحملنا كامل العبع وتم تطبيق علينا من وحدة الاعتماد الأردني وأعطونا الاعتماد الوطني لحين فصلنا على الاعتماد الدولي آزو 17-0-43 فإحنا هاي السلسلة كملناها بالتعاون ما بين الاويسي القسم العربي والجي فورس والمختبرات العسكرية حتى نصير نمنحكم داتا فمستقبلا أي مشروع بتطلعوا فيه بحاجة إلى داتا أو تنقصكم داتا ممكن أنه عن طريقنا تحكو لنا في مجال تجرون لنا أبحاث تعطونا داتا عن المادة الفلانية أو عن الفحص الفلاني أيضا فيه هناك أمر آخر إحنا المختبرات العسكرية بتشارك بستلجان وركنج جروب مع الاويسي انترنشونل وفيه اعتماد لطرق الفحص والبريفيكيشن والفاليديشن أيضا لطرق الفحص والأنسرتيت على الجيس وكمان عنا شغلة ثانية ممكن أي مختبر عنده طريقة فحص يبدو يتأكد منها أو يعمل لها زي ما نحكي تصير معتمدة فالقسم العربي بيوفر هاي الخدمة إنه إحنا بتعطينا طريقة الفحص مناخدها منعمل عليها فقصات ومنعمل عليها الدراسات الإحصائية ومنعملها ومنعطيكم اعتماد على طريقة الفحص فبصير طريقة الفحص تبعتك هي مش انها اسمي ثد بتصير هي طريقة فحص معتمدة نأخذ الاعتماد من الإنترناشنل بتمنى أكون بصلت لكم شو هو المستبرات العسكرية وشو علاقتنا مع جي فورس وشو علاقتنا مع الأونسي القسمة العربي يعطيكم العافية اشتركوا في القناة